هرجعلك بيها هو بقى على المستوى الرقمي بقى سونداونز ممكن نشوف سلبياته فين وإيجابياته فين طيب هو جيمي يعني يتكلم كتير قوي عن السلبيات بس في حتة صغيرة بس يعني أنا خدت بالي منها شوية إنه في مباراة الأهلي هو حاول يعالج القصة دي باللعب بسلاشي الدفاع ده عشان يأمن دفاعاته في حالة التحولات الهجومية للمنافسه وفي نفس الوقت كمان عشان يستفيد من مورينا مورينا اللي بيلعبوا كوينج باك على ناحية اليمين ومورينا استجلوا التهديفي جيد جدا مع سونداونز طبعا نقط القوة بتاعتهم هو سنائي هجومي احنا بنكلم على شالولي طبعا المحرز التسعة أهداف في الدوري جنوب أفريقي وكاسيس ميلولا اللي بيلعب على الجنب الشمال دولا أبرز مواطن الخطورة بتاعتهم بس في نفس الوقت كمان في التحولاتهم عندهم مشكلة في بطء في الارتداد في التحولات الهجومية بالنسبة للمنافس بتاعهم وفي نفس الوقت كمان هما ما بيقابلوش يا كريم يعني لو فرق قدامهم استحوذة على الكورة بعد الزهوة بتاعت البداية والصحوة بتاعتهم زي ما اتكلم جيميو قال هما مش من الفرق اللي بتضغط يعني في نص ملعبهم بقى يعني هما بيحاولوا يضغطوا في أول المباراة فما بيقابلوش بشكل كبير جدا بيستقبلوا كمان تسديدات على المرمى بتاعهم لكن في الأول وفي الآخر هما يعني مستقبلين 8 أهداف بس من 22 مباراة في الدوري جنوب أفريقي فده يعتبر سجل قليل هما بيستقبلوا لعب وبيستقبلوا تسديدات وحتى نسب الاستحواذ بتاعتهم ما بتبقاش أكبر حاجة لكن في نفس الوقت برضو عندهم صلابة دفعية وما بيستقبلوش أهداف كتير عظيم